سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مصر يسعدني أو أن أنا موجود معاكم النهاردة في مثل هذه الظروف من الظروف الصعبة من تفاشي وباء فيروس كورونا في الكرة الأرضية كلها وجودي معاكم النهاردة علشان كدور من الأطباء أنه ممكن يوعوا الناس ويساعدوهم في أنهم يستمروا في بيوتهم وما يخرجوش وذلك ضرقاً لانتشار المرض فأنا جيت النهاردة عشان أحاول أساعد أهلينا وأخوتنا وأرايبنا وأهل بلدنا فإنهم لو فيه أي استفسار عن أمراض القلب يسألوه أو نشوف إيه النصيحة المثلة عشان ما نخرجش من بيتنا عشان نقلل من انتشار المرض اللي ما فيش في إيدنا غير كده يعني لازم كل واحد فينا يستوعب أنه هو الحدث جلل والحدث فوق التصور ولا نملك نحن الأهالي غير أننا نمكث في البيوت والأطباء ليهم دور في طبعاً تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل الـ 24 ساعة في الأسبوع وأنهم يحاولوا نقلل عدد المترددين على المستشفيات يعني عشان الناس ما تخرجش يعني لو هروح المستشفى ده هيركب مواصلة فالمواصلة دي ممكن هو لو هو مصاب هيعدي الناس أو لو فيه حد مصاب هيعدي فحفاظاً على المريض نفسه وحفاظاً على المجتمع كله وعلى سكان الكرة الأرضية كلها بننصح كل الناس ما حدش يخرج إلا في الضرورة القصوى إيه هي الضرورة القصوى في أمراض القلب أولاً مرضى ضعف عضلة القلب لو أصيبه بفيروس كورونا المستجد اللي هو بيؤدي أولاً بتبقى منعته قليلة وممكن يؤدي به إلى حدوث التهابات رئوية شديدة وخطيرة مريض ضعف عضلة القلب لن يتحملها وهو بصفة مريض ضعف عضلة القلب ممكن سهل يجيله أي ميكروب لأنه هو بتبقى منعته ضعيفة فدايماً بننصحه ما يخرجش من بيته غير في الضرورة القصوى الضرورة القصوى لمريض القلب بتتمثل أولاً نبقى فيه أعراض أعراض لا يمكن علاجها بالنصيحة اللي هي بالتليفون أو بخبرته الشخصية أو أن يسأل الدكتور بالتليفون الأعراض دي زي أن فيه ألم في الصدر في الناس اللي هو بيعاني أصلاً من زبحة أو من جلطة قبل كده وأن يجيله ألم هو واخد عليه أنه ده مش طبيعي أنه هو مش ده يعني وجع شديد أكثر مما هو واخد عليه ده ما يستناش يعني ده لازم يخرج ويروح لأقرب مستشفى وبعدين اللي هو المريض لازم أنه هو يكون بيقل خروجه قدر المستطاع معنا تليفون ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا دكتور لو سمعت أنا أنا سمعت بيديلي مهزان كده لما جي طلع السلت أيوة بجيبه ده رفض نفسي أيوة بجعبة كده شوية بالليل مثلاً أبصى لاجي نفسي حسب بخامجة كده مش عارف إيه سمعت أنت حضرتك عندك كم سنة ألو أنا عند 30 عندك ضغط أو سكر 30 من نقر عندك ضغط أو سكر هو الضغط أنا بيخد له علاج لسه واخد له علاج قريبه ضغطك عالي يعني بتاخد علاج للضغط المرتفع؟ لا واضح ضغطك واضح لا ضغط هو طب ممكن تسمعيني من التليفون مش بلاش من التليفزيون يعني ايد في التليفزيون بعد بس بالله عليك تجاوبنا على الحنجة أيوة يا أستاذة أنت حضرتك حد في القسرة عنده القلب أو كده ألو هو عموما حضرتك 30 سنة ولا عندك لا ضغط ولا سكر ولا حد في القسرة عنده القلب فإن شاء الله احتمالية المرض عندك قليلة الوجع ده بيجيلك مع المجهود الوجع ده لو بيجي مع المجهود وبيروح مع الراحة وبييجي في وسط السدر بيسمع في دراعك آه ننصحك أن أنت تنزلي في وسط الحذر ده أو في وسط المشكلة دي وتعمل راس بالقلب إلا تكون زبحة لو الوجع مش بيجي بالصورة دي لا ما تخرجيش دلوقت ونستنى شوية ممكن نصبر الخمستاشر يوم دول وبعد كده نبقى ليعمل راس بالقلب ليه لأن حضرتك لا ضغط ولا سكر وسنك لسه صغير وما فيش تاريخ مرضي في القسرة والوجع لو بيجي اسمه أتيبكال يعني وجع مش صريح لزبحة أو جلطة لا لا ما تعمليش حاجة ونصبر شوية وممكن إذا كان الوجع مش عاملك إزعاج أو غير مصحوب بعرق أو تحسي نروحك مش هتروح أو كده ممكن ناخد أي مسكن خفيف يومين كده ولو مرحش ممكن تستشير الدكتور وأمرك لله أن أنت هتروحي المستشفى تعملي راس بالقلب فهي النصيحة اللي بننصحها لكل مصر ولكل أهلينا وكل إخواتنا وكل صحابنا وكل الناس إن إحنا ما نخرجش من بيوتنا ما نخرجش من بيوتنا في بعض الناس متخيلة في بعض الناس متخيلة يعني في ناس مزودها قوي وفي ناس مهوناها قوي اللي مزودها قوي ده نقول له إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجة وحشة وإن هو رب ضر نافعة وكل عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وممكن يكون ده خير إحنا لا نعلمه بس ناخد بالأسباب ونبقى في بيوتنا ونهدى خالص ولو الناس اللي هو بيهرج وفاكر إن الموضوع تهريج لا نقول له حضرناك بص على إيطاليا بص على فرنسا دلوقتي وامريكا الموضوع جد والموضوع لو انتشر ما فيش فيه تهريج إحنا دورنا يعني كل قطاعات الدولة مسخرة بدون استثناء عشان هذا الموضوع فأنت ما تجيش تقول لا أنت الوحيد اللي فاهم بعد إذن حضرتك لا أنت كمريض قلب أو مامتك مريضة قلب أو أختك أو أخوك أو باباك أو أي حد نحاول إن إحنا هنستشير الدكتور بالتليفون وكلنا فاتحين تليفوناتنا إذا كان فيه طوارق أو كده فقط يعني الاستقرار في الحالة ما نخرجش من بيتنا ما نخرجش من بيتنا ليه؟ حفاظا على المريض نفسه حفاظا على المرافقين اللي يخرجوا مع المريض حفاظا على الناس اللي هو هيقابلهم المريض وحفاظا يعني هو منه نقل العدوى ومنه إن مريض القلب كمريض سكر كمريض ضغط كمريض ضعف عضلة قلب ممكن منعته أقل من الآخرين لو الميكروب جاله يعني هيؤثر فيه أكتر من أصحاب المناعة القوية مثلا ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم فيه كتير جدا عندهم أجهزة في البيت أو كده القراءات لو معتدلة القراءات يعني مثلا اللي هو 120-80-140 ممكن نصبر شوية على العلاج اللي إحنا بناخده لغاية ما الفترة دي تعدي أو الأزمة دي تعدي لو حسينا بأعراض بقى صدع زيادة الضغط أرناء طلع أكتر مثلا من 150 على 100 أو كده ممكن نتوجه للطبيب في أضيق الحدود بعد إذنك وإحنا كلنا جاهزين في كل مكان موجودين يعني معاكو قلبا وقالبا معنا اتصال تاني تفضل أنا مساء الخير يا دكتور مساء النور مع حضرتك ياسر في طوح كفر الشيخ أهلا أهلا بحضرتك والله حضرتك من أول الشاشة وطبعا تحيير قناة الصحة وبمان أن أنا بتابع على طول برامج عظيمة وحضرتك طبعا من أول الشاشة بس ممكن أبلغ رسالة للشعب المصري من خلال حضرتك بعد إذنك أتفضل أيها يا فانديم أن طبعا بنوجه رسالة أن ياريت كل شعب مصري كل مدينة كل محافظة كل قرية خصوصا الكرة الأرياس مثلا بلد الجرائضة بيها لكفر الشيخ أن لازم الناس تكون حريصة على تعليمات الحكومة من السيدة الغيط من حكومتنا لازم ننفذ التعليمات وفعلا نرتزم في بيوتنا لأن الموضوع مش بإذار لأن مازال الناس في الأرياس ورد الموضوع بيستهضار فعلا دي حقيقة أطفال مثلا بتلعب في الشوارع الناس بتمشي يعني الحكومة فعلا اليوم منزل والله فعلا مش مؤثلة وبيحاول طبعا بنشكرك جدا على شعورك الجميل ده وخوفك وحرصك على أهلك وناسك وأهلنا كلنا والحقيقة الناس اللي هي مش مدركة أهمية الأمر لازم تفوق شوية لازم تفوق شوية لازم تفوق شوية وبقول تاني يعني أنا خارج في حظر التجول وجاي الساعة 11 بالليل على القناة دلوقتي عشان اللي محتاج استشارة بدل ما يخرج ما يخرجش بعد إذنك ما يخرجش يخرج إمتى إذا كان فيه نهاجان وقت الراحة يعني أنا قاعد وعندي نهاجان فلا مش مهم فأنام كده لازم أروح بقى مستشفى طوارق أو كده يعني هنقول حالات الطوارق فقط اللي تتجه لأقرب مستشفى أو أقرب دكتور في مواعيد الله حظر يعني الطوارق بتتجه في أي وقت طبعا والعيادات العادية بتبقى في مواعيد الله حظر هنا هقول حاجة يعني مثلا الحاجات الطوارق زي إيه واحد عنده نهاجان جامل جدا عند الراحة أو عند مجهود قليل جدا ده لازم يروح للدكتور ما فيش فيه عنقاش واحد هو عارف إنه هو عنده القلب وضعف عضلة والأمور ماشية بس عنده شوية مية في رجله وبيبقى هو سعاد دكتور نفسه وعارف إنه لو خد نص قرص مدير للبول فترة هيبقى أحسن أو يتصل بالدكتور هيقول له خد نص قرص كذا وهتبقى أفضل لو حد حاسس إنه هو مثلا جاله إغماء الإغماء يتجه فورا للطوارئ ما يستناش يروح بكرة ولكن لوقتي فور وفيت الحاجات الطوارئ دي هنتكلم فيها كاملة معنا الأستاذ جيرجيس ألو ألو أهلا إزاكا دكتور أخبرك الحمد لله بص أنا حابب بس أقول يعني عن موضوع كورونا اللي الناس كلها خايف منه هو أول حاجة ربنا طبعا مش حيبتالي حد بحاجة غير لو كان حاسس مياه فيها خير فطبعا إحنا كمنا شايفين اللي بيحسس في كل الدول يعني مشاكل ومصائب بالوقت الناس كلها يعني كل الشعوب النهار ده اتحدت على حاجة واحدة وهي مقومة حتى الناس اللي مكتش بتشوف بعضها الإخوات والأهل يعني احنا حنقول مثلا كورونا في مصيبة أو في كارثة آه بس برضو يعني لمش هامل ثاني ما فيش أنا برضو عايز ألفة نظرك أنت مش لازم تزور إخواتك دلوقت يعني هو احنا بنقول نعتزل في بيوت يعني أننا بنعمل عزل اجتماعي آه على الأقل يعني أقل المخالطين أقل أقل المخالطين في حالة عدم المرض يعني أنت حضرتك أصل هو ساعت بقى أنت حامل للمرض ولا يظهر عليك أعراض فأنت بتحاول تقلل خروجك عشان متجيبش الميكروب من بر ولو اضطريت للخروج بيبقى الاختلاط أقل القليل ولو والدتك مثلا سنها كبير لو والدتك عندها القلب مثلا حالة القلب ضعيف لو مثلا في أمراض مناعية بنحاول اللي هي أمراض زي اللي بياخدوا كورتيزون وبياخدوا الحاجات اللي هي بتقلل المناعة زي العلاج الكيماوي بتاع الأورام ده كل دول بيبقوا منعتهم قليلة فبنبعد عنهم قدرة 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 المستطاع يعني مش يعني يعني احنا 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 مش في احنا مش في أجازة أعياد احنا في حاجة اسمها احنا في عزل اجتماعي وبنتحمل ذلك ومن منطلق ما حضرتك قلت برضو ان احنا احنا في حاجة اسمها يعني احنا ممكن ناخد الجانب الكويس من الموضوع الجانب الكويس من الموضوع ان هو دايما زي ما حضرتك قلت ربنا كل قدر وخير بس يعني احنا نربط ده بناخد بالأسباب كاملة وبتوجهات وزارة الصحة وبتوجهات منظمة الصحة العالمية من غير تهريج ومن غير فاتي يعني محدش يقول حاجة ما يعلمهاش ومحدش يقول فيه ما لا يختص بيه يعني يعني انا النهاردة انا استشاري امراض قلب بتكلم في القلب بتكلم في القلب مش بتكلم انا بتكلم في القلب في ظل الظروف اللي موجودة دلوقت الظروف اللي موجودة دلوقت ان احنا حدث جلل حدث جلل ده اللي مش مدرك ذلك يدرك يعني مستني ايه مستني تبقى زي ايطاليا مش لاقي مستشفيات ايطاليا على قدر ما هي دولة من العالم المتقدم وايطاليا على قدر ما هي حلم لشباب كثيرين ولا ناس كثيرين يسكنوا فيها النهاردة عدد الوفيات شوف وصل لإيه وشوف مثلا مش قادرين يصلوا عليهم شوف مثلا احتياج لكسرائر الرعاية المركزة والاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي فوق قدرة البشر لم يتوقع أحد هذا وبرضو للإطمئنان الفيروس ده مش يعني هو يعني سوقه في أنه سريع الانتشار بصورة غير مدركة يعني ما شفناش قبل كده حالات وباقية بهذا سرعة الانتشار فسرعة الانتشار انت لما تصيب ملايين هتلاقي النسبة حتى لو قليلة عدد كبير معانا اتصال تليفوني نسمعه ألو ألو أيوا أهلا 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 بحرف بصحرك من يومينا دكتور وجع في سدري من فوق مع تنميل في إيه الشمال أي قسط الضغط لقيته 124 على 74 أي بس ضربات القلب كانت 105 أي هل دي حالة عندك كم سنة 45 بتدخن لا الوجع ده بيجي لك مع الموجود ولا أنت مرتاح لا لا مش واجع يعني هو هو يعني مش قادر أخد نفسي للآخر بس هي يعني مش قادر أخد بأخد نفسي عادي وكل حاجة وبتحرك وكل حاجة بس مش النفس ما بقدرش ما بيكملش الآخر ومش مستمتع بيه طيب أنت معندش ضغط له سكر عندي سكر آه آه عندك سكر طيب في حد في الأسرة عنده القلب أو كده والدتي يعني القلب ضعي بس كبيرة في السنية طيب عموما يعني هو في الظروف العادية أن أنت هتعمل رسم قلب فورا وفحوص في الظروف اللي زي دي أنت بتزبط السكر وبتاخد أدوية اللي هي للكوليسترول ضروري لأن في بعض الأطباء مش بيكتبوا أدوية الكوليسترول أو ما بياخدوش بالهم منها في السكر وبعد كده ممكن تاخد أسبرين اللي هو أسيتالسل سيليك أسيت خده كده وإنت ممكن لو حسيت أن اللي أنت بتوصفه مش قلم عشان كده أنا مش قلقان اللي حسيت أن فيه أي ألم فأي وقت هتتجه لأقرب استقبال طوارق فورا أي ألم في القلب يا جماعة المريض مش هيقدر يحكم عليه إذا كان هو زبحة أو جلطة أو ما فيش حاجة النفس غالبة اللي بيكملش الأخره ده بيبقى التهابات بسيطة ممكن في الغشاء البلوري في القفص الصدري فالمريض مش بيعرف يخلص النفس للآخر لو حضراك بتدخن ممكن يكون فيه شوية التهاب في الشعب الهوائية ممكن ما يكملش النفس للآخر زي ما حضراك بتقول كده لكن طبعا الفحص مهم بس ممكن هنصبر as we can افرد أنت فيه في الآخر حاس أن فيه مشكلة لا توجه للمستشفى على طول لو حاسيت أن فيه ألم أو حاسيت أن فيه نهاجان زيادة عن المعتاد عليه أو حاسيت مثلا أنه فيه ضربات ضربات القلب المية وخمسة دي ممكن تكون من تدخين ممكن تكون من فنجال قهوة ممكن تكون من توطر ممكن تكون من مجهود ممكن تكون ما نمتش بقى لك فترة ممكن تكون عندك مشاكل في أي نوع ممكن تكون متوتر بسبب الحالة اللي احنا فيها وبنحاول نقلل التوتر لأنه هو برضو يعني احنا لو خدنا الموضوع على قلبنا قوي ممكن نموت من حاجات تانية مش من كورونا فلازم احنا يعني نعتدل في الأمور ندرك حج المشكلة ونديها على قده المشكلة كبيرة جدا لو خرجنا من البيت لأن هي المشكلة لو بقى وبقى في مصر يعني احنا ما زلنا يعني احنا ما بنشوفش يعني زي ايطاليا لا 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 مش عايزين نبقى كده اللي فقدنا ايه ان احنا ما نخرجش من البيت من فضلك ومش ما نخرجش في البيت كان فيه أخ المتصل قال ان هو هيبدأ يشوف اخواته احنا نشوف اخواتنا وكل حاجة بس ان شاء الله بعد الاسبوعين دول نشوفهم ونقعد معاهم ونحبهم وكل الناس لكن دولتي حتى انت مع ولادك ممكن انا كدكتور بروح المستشفى كل يوم وما اقدرش ما روحش وما ينفعش ما روحش فانا مش لازم ان انا اخد ابني في حضني او ان انا يعني اقاعد فوضى واحدة معاه لا 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 انت يعني قدر المستطاع قدر المستطاع اسمها العادات الصحية العادات الصحية واللي اسمها الانفكشن كنترول اللي هي يعني يعني ان احنا نتعلم ازاي مكافحة العدوى على الاطلاق مش لازم في الازمة دي بس مكافحة العدوى دي ما هو انت ممكن حضرتك هو العدوى بس بمكروب كورونا ما هو العجوة دي العدوى دي ممكن تكون بالانفلوانزا ممكن تكون باي مكروب ايا كان في اي وقت مكروب السبحي مكروب اي مكروب اي مكروب اي بكتيريا اي فطر اي فيروس بيجي اللي هي عدم اتخاذ وسائل مكافحة العدوى يعني مثلا احنا عندنا المصريين ده ما نشوف بعض بنحضن بعض ونبوص بعض وده مش متواجد في كل الشعوب يعني ممكن ده يقل شوية مش هنخسر حاجة اليومين دول مفيش سلام بالايد يعني مالوش لازمة ان احنا مثلا ناخد احتياطاتنا كاملة يعني احنا لما نيجي نقول ان احنا ننظف نفسنا نخسل ايدنا دي كلها كانت مكتوبة على القرصات زمان واحنا صغرين في النصايح فما فيش جديد هو الجديد فقط ان احنا في مكروب صعب جدا 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 نقول ابني لازينة المكروب ده بينتشر بسرعة غير معتادة بالنسبة للكرة الارضية يعني احنا المشكلة مش في مصر المشكلة على مستوى العالم واحنا جزء من العالم بس اعتقد ان احنا اقل تأثرا وان احنا برضو لما قلنا ان العالم قرية صغيرة الطيران بقى يجيب ابعد بلد في ست سبع ساعات في عشر ساعات والبلاد اللي احنا كنا يعني بساعتين وتلاتة فده طبعا هو سبب الانتشار للمرض من الصين لكل بلاد العالم هو ده مش عيب ولا حرام يعني الصين انتصرت انتصرت عليه انتصرت عليه بالحزم الحزم يعني انا كانسان مش لازم اكبر عليه مفروض انت تعمله بمزاجك تعمله بمزاجك عشان خطر ابنك عشان خطر امك عشان خطر اخوك عشان خطر المجتمع كله عشان خطر اكلك وشربك إحنا كمان عندنا أزمة تانية اللي هي الناس لا بتشتغلش فالناس لا بتشتغلش دي المفروض يبقى فيه تكافل المفروض يبقى الناس يعني ناخد بالنا من بعض يعني أنا أعتقد أعتقد أن الدولة أخذ إجراءات كويسة جدا 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 في هذا الأمر يعني قدر المستطاع في دور لنا إحنا ليا والحضرتك والغيري وغيري وغيري كل واحد على قدر استطاعته إنه هو يبقى دي بقى اللي نستفيده من الأزمة إنه إحنا نرجع لربنا نحب بعض بجد إنه إحنا نساعد بعض التكافل الاجتماعي زكاة المال الصدقة في كل قدر استطاعاته يعني قدر المستطاع فهو برضو هقول تاني أنا النهاردة جاي في البرنامج ده عشان نوصل لكل الناس إنه إحنا معاكو اللي عايز استشارة بدل ما هيجي العيادة أو بدل ما يروح المستشفى وحضرتك بتروحها المستشفى معظمها مرضى والمرضى دول أكيد أقل مناعة من الناس الأصحاء فممكن يكون حد فيهم عنده المكروب ومش ظاهر المكروب اللي مش ظاهر ده إنت حضرتك رايح عشان تتابع الضغط يا سلام إنت بس هتروح تقيس الضغط هيطلعك إنت مش تشتكيش لا مش وقته لأنك إنت ممكن الفيروس كورونا ده الكوفيد 19 ده بينتقل بسرعة يعني يعني غير مسبوقة فهو بعد إذنك بلاش تيجي لأنك إنت برضو ممكن تاخد الفيروس ده وما يظهرش عليك وتعديل لأبوك لأمك لأختك لنفسك الظروف كل واحد يقعد في بيته ما فيش حاجة اسمها حد يروح يتابع ضغط أصله معادل متابعة ما فيش حاجة اسمها راح أتابع سكر أصل معادل متابعة ما فيش حاجة اسمها ستنى الدكتور قال يجيلي كل شهر فالشهر الجه لازم أروح له لأ هنصبر الأسبوعين دول يعدوا على خير بدل ما يبقى شيء فوق العقل هو فوق العقل إزاي فوق العقل ما فيش ما فيش دولة أو أي نظام أو أي نظام حق أو أي مجتمع قادر إنه هو يعالج 70-80% منهم ما فيش كده ما فيش القدرات العقلية والمالية والاقتصادية على مستوى العالم وإحنا مش رقم واحد يعني إحنا واحد واثنين وثلاثة واربعة شوف إحنا فين فما بالك بالدول الواحد واثنين وثلاثة واربعة مش مستحملة الصين المثال بتاعها بيريحني أنا شخصية يعني لما أعرف إن دولة الصين سيطرت على الأمر بهذا الشكل هو صعب بس هو اتحل وهي فيه نقطة هو يعني هي مثل كويس أصل المرض ده أو المكروب ده يعني أكيد يعني هو شيء يعني لا يمكن تجنبه يعني أو التجنبه باللي هو اتباع اتباع اللي هي مكافحة العدوى العدات الصحية العدات الصحية النظافة غسل الإيد بالمية والصبون الاستحمام الطهارة النظافة الملبس عدم الاختلاط عدم الأحضان والقبلات مع أصحابك ولا في الشوارع عدم الوجود في مكان مزدحم بدون داع افرد افرد هو الأمر حكم يعني أنا كطبيب أنا بروح للمرضى مريض مثلا عنده جلطة في القلب ده ما ينفعش يقعد في بيته وما ينفعش أسيبه يعني يعني ما ينفعش يعني برضو بالمناسبة هو مرض جلطة القلب أو جلطة الشرين التاجية كمرض أخطر من الكورونا لكن نسبة انتشار الكورونا فوق الخيال فوق الخيال فوق ما نتخيله يعني لم أرى في حياتي وأعتقد في التاريخ القريب ما يحدث الآن ما يحدث الآن لتوقف كافة اسمها الحياة الحديثة كافة الحياة الحديثة كلها طيران كطارات وسائل مواصلات ما فيش بني أدمين في الشوارع حظر التجول ده ده في صلحك وصلحي يعني حظر التجول ده وعيب عليك انت كمواطن قاعد في بيتك تستنى حظر التجول ليه تستنى هو انت مش فاهم خالص ان ده هتموت نفسك وتموت مجتمع كامل وتشتم رائحة الموت رائحة الموت بدون صلاة جنازة المدافن العدد كبير ليه ليه توصل نفسك لكده ليه توصل نفسك لكده باستهتار وكده فهو انت كمريض انت اه كمريض مش فيروس كمريض اي مرض مزمن مرض قلب مزمن مرض ارتفاع ضغط مزمن مرض زبحة صدرية مستقرة مش محتاج خالص تنزل من بيتك في بعض الاحيان مريض الزبحة الصدرية يجيله ألم في الصد هذا الألم مش ألم بتاع الزبحة هو في بعض الاحيان بعض المرض اللي عنده من الخبرة ومن طول المرض انه عارف ان ده وجع زبحة ولا وجع التهابات او كده فممكن حضرتك تكلمني دلوقتي تقول لي لا ده فيه كذا 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 عاملين خدمات كتير على الواتس ايب وعلى الماسنجر وكده بالمناسبة برضو خدمات الماسنجر والاتس ايب الكتابة نفسها مفيش حد يقدر يكتب كل اللي أنا بقوله دلوقتي ده يعني أنا مش هقدر أرد على واحد كل الأسئلة اللي بسألها للي بيقول لي أنا عندي وجع في سيدري عايز أعرف سنه عايز أعرف عنده كوليسترولا ما عندهوش وعايز أعرف أسرته أخبارها إيه وهل فيه موت مفاجئ في العائلة مستحيل هقدر أكتب كده على الواتس ايب فلازم برضو الناس تعذر يعني الناس مش تتخيل أنه هو بسأل دكتور ما عندهوش غير مريض واحد أو ما عندهوش غير حياة واحدة ممكن يعني فيه أسئلة بيترد عليها بالكلام وفيه أسئلة بيترد عليها بالكتابة وفيه أسئلة تانية وفيه استشارات تانية لا تصلح بدون فحص فحص إكلينيكي ثم فحوص يعني مش كل حاجة بس إحنا بنحاول نقلل خروج السادة المرضى وأهليهم للمستشفيات أو لأي مكان عشان أنت حضرتك هتروح مع والدك أو والدتك دي ممكن أنت نفسك واخد معاك 3-4 يشيلو هيتعدو وإذا هم لم يعني العدوى مش معناها أنك تسخن وكده العدوى أن أنت خدت الميكروب ممكن المناعة بتاعك قادرة على هذا الفيروس فتموته بس بتبقى حامل للمرض حامل للمرض ده يعني هتنقله أنت لما تنقله النقل الجمعي أو العدوى الجماعية دي هي القاتلة هي القاصمة للأمم بتنهي الأمم فإحنا ناخد بالنا ناخد بالنا وبعض الناس طبعا معذورة جدا وكلنا بدون استثناء معذورون عشان طبعا الحال الاقتصادية هتأثر لا 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 البديل سيء البديل لا يتحمله العقل ولا الإدراك ولا الاقتصاد ولا 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 فلما تخسر شوية واللي معاه نص ونص يدي للي معاه ربع ربع يعني واللي معاه شمعهوش عشان نقدر كلنا نعيش يعني نقدر نثبت أن الأمة المصرية دي هي فعلا أمة السبعة تلاف سنة اللي طوله أمرها بنفخر لما نكون في معبد الكارنك وجسمنا يعني بيرتعش من الفخر والانتماء لهذا الوطن فإن شاء الله نصطر هذا الانتماء بأننا نتعاون وأنا متأكد أن فيه ناس بتشوفني يعني لسه مش مصدقة أو مش مدركة يعني أنا بكلم مريضة عندي النهاردة بيكلمني في التليفون بيقول لي بقول له أخبار كذا قال للبلد عندنا ما فيش فيها الكلام ده إيه البلد عندك ما فيش فيها الكلام ده يعني إيه ده حصل يعني حصل وإنت تعرف منه وإنت مالك إنت تسمع الكلام ده منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وكل والنشرات الإخبارية وكل الدوريات العلمية خلاص ده الناس بتبوت قدامك مستني تشوف إيه زي بالزبط اللي بيقول له صلي عشان فيه جنة ونار ومش مصدق ومش عايز يصلي ففيه وابة والوابة ده يعني الحقيقة الجلل يعني أنا أنا دكتور بقالي تلاتة وعشرين سنة ما شفتش يعني كنا كنا نشوف إنفلونزا الخنزير وجنون البقر وإنفلونزا الطيور والسارس وشفنا كل ده ما حسناش باللي إحنا فيه يعني كان آخرهم بيقفلوا محلات الطيور وكنا نزع الأوسط مش لقين فراخ يعني إيه ده اللي إحنا فيه ده إن أمريكا تتوقف تلات ولايات إن إيطاليا بالشكل ده إيران الصين فرنسا دخل على كده إحنا نتضرع إلى الله ورجاء لحضرتك اللي بتشوفني ما تخرجش ما تخرجش ما تخرجش ما تخرجش ورجاء اللي بيشوفني وممكن معلش يعني يعني زكاة المال تطلع دلوقت بدل ما تطلع بعدين لأن فيه ناس مش معاها فيه ناس مش معاها فيه ناس مش معاها وطبعا أنا أعتقد أو أشعر إن أنا خرقت عن عن إطار الطبي الصرف كراجل مهني كطبيب فقط خرقت شوية بس كله في الإطار اللي هنقدي به إن إحنا نعدي الأزمة الصحية لأنها في الآخر أزمة صحية لكن هي أزمة صحية لا يتحملها القطاع الصحي فقط لكنها في المقدمة لكنه لا يعني هي أزمة يتحملها كل قطاعات المجتمع وطبعا بالجهات كلها اللي هي الدولة بكل قطاعاتها وكل مواطن أيًا كان يعني لو طفله صغير وهو راح من تيتا لجده هينقل من هنا اللي هنا هو مش هيمرض لكن هينقل المرض فهو الطفل ده لازم يعي إن ده مصيبة إذا لم يعني اسمها جانحة جائحة جائحة دي يعني تكتاح أول مرة أسمع الكلمة دي جائحة بتكتاح العالم كل اجتياح للعالم كل اجتياح للعالم كل اجتياح للعالم كل وبرضو الحقيقة يعني هذا الفيروس لم يفرق بين غني وفقير ولم يفرق بين دول متقدمة وأقل تقدمة وبين ريف وحضر وبين مناطق صناعية ولا صناعية أو زراعية الفيروس ده يعني منتشر بصورة يعني عالمية فهو ناخد بالنا ناخد بالنا وبرضو يعني كل واحد يراجع نفسه إذا كان بيخطئ أو لا يخطئ إذا كان هو في مشكلة يعني يعني يبدأ يصلحها يراجع نفسه حتى فرصة اللي قاعد يعني 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 أكيد أنا شخصيا يعني عدد ساعات عملي قلت فعدد ساعات العمل اللي قلت بقيت قاعد في البيت أكتر بقاعد في البيت أكتر فقاعدتي في البيت دي بتخليني أراجع حساباتي في أشياء كتير أبص لولادي بشكل تاني أبص لدنيتي بشكل تاني أبدأ أراجع نفسي إيه صح من إيه غلط تبدأ تشوف طب هو لما مرض زي ده يجي يغير يعني هو غير إدراك أمور كثيرة جدا 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 لما احنا في سني ده كنت متصور نفسي إن فيه حاجات مسلمات لا توجد مسلمات لما الطيران يقفل على مستوى العالم لما عدد الموتة في إيطاليا يفوق عدد المقابر أو عدد الكنائس أو المساجد اللي هيصلى عليه فيها لا 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 أنا كنت متخيل إن ده كان زمان فما فيش حاجة اسمها إدراكنا يعني هو في الآخر فيه قوة كبيرة جدا هي اللي بتحكم الكون وهو الله سبحانه وتعالى يعني يقول اللي الشيء يكون فيكون ونحن في حماية وفي حرزة وكل شيء بيجي بالخير لكن ناخد بالأثبات قعدتك في بيتك دي هو دورك مش مطلوب منك أنت كمواطن عادي مواطن يعني لا أنت الدولة ولا أنت في القطاع الصحي ولا الطبي غير أنك توعد في بيتك ولو أنت ربنا يعني لا تاكل إيه اسم الأكل مع الجنب يعني أزيو كانت يعني قدرا مستطاع كل واحد ياخد باله من النقطة دي فيه مصانع قفلة وفيه بيعين قفلين وفيه دكاتة قفلين وفيه ناس بتشتغل باليومية والناس اللي بيشتغل باليومية دولة قاعدين في بيوتهم لا إله إلا الله ممكن ما يكونش عنده بيوت أصلا فهو هي أزمة كبيرة إيه نافئة بعض هتعدي وإن شاء الله يقيني هي كده كده لازم هتعدي هتعدي بخسائر إيه إنت اللي هتحددها إنت وانا يعني كلنا قصدي مش أنا كطبيب كلنا هنحدد الغزمة دي هنعديها بأي خسائر خسائر كام لأن هي هتعدي يعني الزمن بيمشي بيمشي وكل شيء يعني هيمر بس هو هيمر الفترة اللي هيمر فيها دي هتعدي بخسائر قد إيه حضرتك اللي هتعدي والمشكلة أنه إحنا هننسى يعني كمان سنتين ثلاثة أربعة هننسى اللي إحنا فيه دلوقتي خالص هننسى اللي إحنا فيه دلوقتي خالص فهو إذا كان فيه أي يعني أعتقد إن معظم الزملاء أطباء عموماً بيروحوا المستشفيات المستشفيات الطوارئ شغال 24 ساعة الحاجات حتى إحنا كأطباء قلنا الحالات المستقرة مش عايزين نشتغلها دلوقت مش عشان حاجة عشان المريض ما يتدرج المريض نفسه يعني ممكن سهل قوي إن أحد أفراد الطاقم الطبي من كتر ما بيشوف مرضى فممكن يكون هو ناقل للعدو يعني ممكن يكون هو ومش باين عليه ولا هو مريض ولا حاجة فإنت مصلحتك كمريض لو إنت عندك ضغط بقلك 20 سنة وعلاجك كويس وإنت عارف إن الضغط كويس وعارف علامات بقاش مظبوط إزاي فاصبر الأسبوعين دول ما وقفتش على كده ما وقفتش على كده إنت حضرتك مريض خلل في ضربات القلب وما فيش جديد ما تروحش الأسبوعين دول الدكتور أنت مريض زبحة صدرية مستقرة زبحة صدرية مستقرة ودكتور طالب لك أسطرة تصبر أسبوعين دول بدل مستقرة ليه؟ لأن لو كل واحد اتحجج بأي حجة أيا كان مش هنخلص ما كل واحد عنده بلاوي اللي عايز يفتح مصنعه عشان يأكل العمال وعشان هو نفسه اللي عايز يروح يعني كل حد المهندس اللي بيبني البنك اللي بيتاجر التاجر بتاع المحلات والمطاعم اللي قفلة ما كل دول عندهم حجة إحنا في أزمة الأزمة دي اسمها جائحة بتكتاح دي فعايزين نحط إدنا فيه ببعض ونسدق يعني نستحمل ويمكن دي فرصة نقرب من بعض يعني على هدف واحد يعني الهدف واحد لأن احنا نعدي بمصر بر الأمام وأنا برضو يعني ايه التفائل بالخير يتجدوه أنا متفائل بس الشرط نور نعد الفترة دي على خير وبالعكس ده إحنا يمكن لما نعدها على خير هنحس إن إحنا فعلا ناس محترمة وناس دولتنا محترمة وناس بنفهم وناس بتعد الأمور بقدر المستطاع وقدر القدرات المادية يعني إحنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني واحد في جيبه عشرة جنيه بيتصرف على قدها مش معقولها بقى بجيبه عشرة جنيه وعايز أروح فندق خمس نجوم يبقى أنا كده باتكلم كلام مش منطقي ممكن أشتغل وأكسب وجد واكتهد سنتين تلاتة عشرة عشان أقدر أمعيها بدل العشرة أكتر لكن هو إن شاء الله يعني أنا شايف إن ده أمر كويس جدا وشايف يعني إن انت كل حاجة فيها عبها ومزتها وهنقول يعني زي كده إيه في الآخر إن كله خير يعني فيه لعله خير بس لعله خير بإيه؟ لعله خير بإن حضرتك تسمع الكلام وتمكث في بيتك الأمراض المستقرة من فضلك تقعد في بيتك ممكن تبعت للدكتور يعني أنا شخصيا حاطت الواتساب بتاعي على الإنترنت إن هو اللي عايز يسأني بس يعني أنا ضغطي كذا كويس والأماشي لكن الألم في الصدر وكده لو ألم اللي واحد عنده ضغط وعنده سكر وعنده كلسترول وبيدخن وبيجيه الواجع مع المجهود والواجع ده بيسمى في وسط صدره وبيسمع في ظهره ده لازم يتاجه للمستشفى فيش بقى استنى ولا فيروس كورونا لأنه لا فيروس كورونا ولا حاجة تنفعه في أضيق الحدود معاه تليفون علو السلام عليكم وعليكم السلام ممكن لكمان بالدكتور ها قوي قوي حضرك يا دكتور أنا بروح للدكتور قلبه وأوعي دموية وبطنة عشان الضغط بتاعي كان عالي بس هو دلوقتي كل ما إيسه وحضرك بلاقي الضغط يعني كويس والنبض كويس وباخد كونكور كور اثنين ونص نص أرث بعد الفطار وبعد العشا وباخد قس بوسيد 75 أرث بعد الغداء وأنا آخر مرة رفت للدكتور كان السنة اللي فاتت يوم 15 هو قال لي بعد أسبوعين عيد كشف أنا ما رفتش عيد كشف فهضرك دلوقتي المفروض إن أنا رف له إمتى يعني هو قال لي كمان أسبوعين بتقالين أنا هو قال لي كمان أسبوعين فهو يعني أنت جاية في الكورونا عايز تعرف تروح إمتى كان مفروض أنت يا حضرتك الضغط أولا من اللي أنت يا حضرتك تاخده ده علاج أقل من البسيط مش علاج بسيط يعني علاج قليل جد يعني جرعة قليلة يعني إن شاء الله هو الضغط عند حضرتك يعني بسيط مش متوسط حتى فهو المفروض أنت لو فيه ضغط بنقيسه مرة كل شهر حضرتك الجيت بقى في الكورونا مش لازم تقيسي في الكورونا ممكن نعدي فترة الكورونا دي لأسبوعين الجايين إن شاء الله ونقيس عادي ما فيش مشكلة خالصة لكن هو العلاج للتخديده ده مطمئن يعني العلاج ما يخلنيش خايف عليك وانت بتقولي إيه تضغط طلع كويس فانت شطرة هو بتعرفي تقيسي وأعتقد تانيك كم سنة قلتلي معلش يعني ده حاجة مش أنت من الناس اللي ما تخرجش خالص من البيت بعد إذنك غير بعد الحوار ده أيوة تليفون تاني أهلاً 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 بحضرتك يا دكت أهلاً وسهل كان فيه سؤال بس حضرتك دكتور كنت عايزة السلسل مينو بس أهلاً حضرتك أنا عندي فيروس بي أيوة فعايز أعرف يعني طرق المعاملة مع البيت مع الأولاد مع الزوجة كده يعني آه أنا الحقيقة وحضرتك ليه علاج نازل يعني يجب عليه خالص ولا أنا أنا حضرتك استشاري أمراض قلب قلب القلب والضغط والحاجات دي والزبحة والجلطة ماشي تحت أمرك فهو يعني تاني يعني أعتقد أن أنا قلت اللي في نفسي عن هذا الموضوع وأتمنى أن السادة المشاهدين اللي هم شايفيني دلوقت يقعدوا في البيت ما يخرجوش وما يهرجوش ما ياخدوش الموضوع وما يخافوش وما يخافوش لأن الخوف بيجيب الأمراض يعني الخوف هيرفع الضغط والتوتر هيزود السكر والضغط والخوف ممكن يجيب زبحة وممكن يزود ضربات القلب وممكن يعمل صداع وممكن يعمل مغس فكل ده الخوف غلط ونسك طيام السكر نحن في يعني في إيد أمينة على الأرض وإيد ربنا سبحانه وتعالى الخالق اللي يجيبش حاجة وحشة أبدا أبدا بالمناسبة هو إحنا خايفين من أين يموت ما كل ناس هتموت كل ناس هتموت بس اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل يعني ناخد بالأسباب كاملة وبعاكال اللي يجيبه ربنا هو كويس بس ما فيش حاجة اسمها إن إحنا ما ناخدش بالأسباب ده يبقى اسمه تخلف عقلي معايا تليفون ألو ألو أيوة مع حضريرك سامعني أيوة باشا سامعك أنا مريد قلب عندي بتجيع في الصمد طبعا الظروف اللي احنا عايشينها أه حاول أنا ما أطلعش برك يعني فالنهاردة بس يحس بي ده يعني عرض عرض نادر قبل كده فيه دوخة وأنا قاعد دايخ وبقف دايخ فيه دوخة شديدة يتبا لي مش حاسب أنا يعني باخد عاجب موسط نعم الطبيب اللي أنا متواصل معنا قال ما فيش عمليات أنا مش سامعك كويس علاج 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 الدوار يا دكتور أو الدخ آآ آآ انت حضرتك بالنسبة للقلب أنت عندك ارتجاع درجة ايه درجة متوسطة درجة متوسطة متوسطة آآ يعني ماشي على علاج بتشتيك أصلا من ضربات قلب ولا من نهجان لا ما فيش نهجان ولا فيه ضربات قلب وحشة يبا أنت مستقر بالنسبة للقلب إيه بقى الدوخة دي؟ إنت كشفت قالك ضربات قلبك كويسة وضغطك مش واطي ولا حاجة أيوة يا دكتور ماشي يبقى هو قالك دوار الدكتور اللي شافك؟ لا الدوار ده جالي النهار ده بس أول مرة يجين يا دكتور آآ فيه أنا حاسس بيها إنت دايخ لدرجة إيه دوخة بسيطة ولا دوخة دوخة متوسطة آآ يعني إنت قادر تمارس حياتك؟ يعني قادر لا بمارس حياتي بتحرك بصلي بطلع بخصر آآ بيجي لك الدوخة متواصلة ولا بتروح وتيجي؟ لا بتروح وتيجي بتيجي كم مرة في اليوم؟ هي جات لي كده ثلاث مرات بس وانا قاعد حاسس بيها آآ لو أنت قاعد حاسس بيها ما فيش منع أنك تكشف يعني تكشف إيه بقى؟ آآ أعتقد تكشف تخصص عام لأن الدوخة دي ممكن تكون دوار ممكن يكون عندك شوية التهابات في الأزن الداخلية ممكن يكون عندك يعني التهابات دي يعني شوية برد شوية كده ممكن تكون عندك شوية جفاف ممكن تكون عندك ضربات قلب وإنت مش حاسس ومش عايف توصف ممكن يكون ضغطك عالي أو واطي ويعمل مشكلة في الاتزان أو في الوعي أو في الدوء أنا بعاني أصلا مجيوباً فيها دكتور أي بعاني أصلا مجيوباً فيها وكان فيه شم كتير في ودني اليسرى فيها للمعرض يعني ده مش مرض يعني ماشي يبقى نكشف عام يعني نكشف بطن عامة أو ممارس وهو هيوجهك مظبوط هيسلك الضغط هيسلك النبض لو لقى في النبض حاجة من لخبطة هيودوك لدكتور قلب لو لقى الضغط عالي هيعالج الضغط واطي هيشوف الدنيا ماشية إزاي لو هو لقى إن عندك مثلا التهاب زي ما حضرك بتقولها هيديك ألاك للتهاب لو هو الوصف بتاعه الدنيا بتلف بيك يعني القوضة بتلف بيك تحس إن السقف بتحرك الحيطة بتتحرك الحاجة بتتحرك أه أه أنا بصلي للمغرب كنت هاعة أو أنا بصلي الدنيا بتلف بيك ما أنا قلت لك الوقوع ده ممكن يكون قلبه برضو يعني فيه حاجة اسمها بريسن كوب أنه أنت الضربات لقلبك تختفق ها قول أنا رأيي إن انت تكشف عند حد ما فيش مشاجر أجل كشف عام وبرضو لو الموضوع زاد لو ما زادش خلاص خليك الخماشر يوم دول إحنا برضو عايزين نقول إن أنا مش عايز أهون قوي من التوجه للطبيب عشان ما يكونش فيه حاجة بدأ عرض صغير ويكبر يعني برضو إيه الموضوع لازم بيقى فيه بالانس يعني بيقى فيه توازن مش كل حاجة أقول لا مستحيل مش هيقدر وفي النهاية يعني إحنا يعني الأطباء دول يعني عايز أقول إيه في خدمة الشعب وفي خدمة المجتمع وإحنا حضراتكم فقراصنا كلكم وإحنا بنحبوك جدا وبننصحكم عشان أنا أقدر أشوف شغلي إنت تخليك في البيت هتخرج في أقل الحدود إنت كمريض حاول تستشير الدكتور عن طريق التواصل الاجتماعي أو التليفون في الوقت ده لو ما فيش حاجة خطر خليك في البيت لو إنت حالتك مستقرة روح المستشوى في أقل الحدود زي ما اتفقت الأمراض القلب في الألم اللي في منتصف الصدر اللي هو الزبحة أو الجلطة أو في النهاجان اللي هو عند المجهود القليل جدا أو عند الراحة وفي النهاية أنا يعني بنطلب من ربنا سبحانه وحتى أنا عايز أقول حاجة أنت لما تلاقي رئيس الجمهورية بيدع ربنا سبحانه وتعالى من ربنا يفك الأزمة فأكيد هو يعني أكيد فيه أزمة ولازم نحط إيدنا فيه باع وبرضه إحنا في النهاية بنضع ربنا سبحانه وتعالى أن يعدي الأزمة دي على خير بالتعاون مع كل البشر يعني حوان إحنا تمنى الخير لإيطاليا لكل البشر وخلينا في مصر امكس في البيت قعد في البيت ما تهرجش ما تهولش وما تخافش لأنك لو خفت الخف وحش لا تخاف ولا تهون الأمر خليك في البيت يعني قول إيه أبوس إيدك خليك في البيت لغاية ما الإسبوعين دول يعدوا عشان ما نقول شريط اللي جرى مكان مش هنقدر نتحمل لا أجهزة ولا إمكانيات ولا ولا إحنا ولا غيرنا مش أنا معيوبين لحنا ولا غيرنا الأمر جلل فوق إدراك البشر ما فيش في إيدنا غير نقول يا رب ونعود في البيت وشكرا جزيلا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا